هلا والله يمرتبين كيف حالكم واساكم بخير دايما بهذا الفيديو بدي اعتذر لكم اني انا عم بطول عليكم لبين ما انزل فيديوهات معلش ضغط بس خلص الضغط رح تلاقوني بنزلكم at least فيديوهين في الاسبوع اوكي اليوم بهذا الفيديو بدنا نعلن عن شغلتين الشغل الاولى وهي انتصار فريق عدم جيمز المتكون مني انا وفريق الوزاري والمتابعين المرتبين فزنا على عموري جيمر بتحدي اليمن طبعا عموري جيمر هلا بر التحدي او خلصنا التحدي احنا لانه احنا انتصرنا بفضل الجهود العظيمة اللي بفضل الله طبعا بالبداية وبفضل الجهود العظيمة اللي بدلناها في سبيل تحقيق هذا الانتصار اوكي اليوم رح نبلش بمملكة جديدة لكن قبل ما نبلش بمملكة جديدة لازم اتم عملية تتويج الملك ولازم برضو يصير في عنا قسم الوزراء بدهم يدلوا القسم الدستوري امام جلالة الملكة المعظم اوكي فقبل ما نبلش حتى بالتتويج وقبل ما ندخل عن مملكة اللي انا ما حكيت لكم اسمها لهذا اوكي رح تشوفوها من الصورة المصغرة اوكي رح نلعب بالجزائر خلص رح احرق كل شي رح نلعب بالجزائر اوكي بعرف الجزائر هي جمهورية لكن احنا حولناها لمملكة لانه انا ملك ولازم امسك بس يعني مملكة اي مكان بنزل عليه بصير مملكة مستحيل يكون جمهورية اوكي اليوم بدي اعلن لكم عن شغلتين مهمتين السلسلة هاي سلسلة الجزائر رح تكون جديدة شوي فيها شغلات جديدة عن السلاسل اللي قبل هيك رح يكون فيها كورونا رح نتحدى كورونا عشان هيك اسسنا المركز الوطني للامن وادارة الازمات بالدسكورد المركز الوطني للامن وادارة الازمات من خلاله رح نجتمع وندير ازمة كورونا نشوف شو رح نعمل بدنا نعمل حضر بدنا نلغي التعليم ونعمله عن بعد بدنا نقلل عدد الحصص في المدرسة بدنا نسكر المطاعم المناطق السياحية بدنا نمنع ان السيارات تمشي بدنا نمنع الرحلات بدنا نسكر حدود الدولة كل هاي التفاصيل رح نقررها من خلال المركز الوطني للامن وادارة الازمات في عندي مجموعة من المناصب الشاغرة اللي بحتاج ناس يجوا ويعبوا هاي المناصب يستلموا هاي المناصب بدي وزير للصحة بدي وزير للخارجية بدي مساعد لوزير الاقتصاد بدي قائد عسكري او قائدين للقوات العسكرية بدي قائد لقوات الامن الوطني اللي هو يعني قائد لقوات الشرطة بدي مدير للمخابرات وبدي مساعدين مساعدين لوزير الصحة وبدي وزير للتعليم والاسكان يا شباب هدولا يعني عدد كبير من المناصب بدي لكل منصب واحد اوكي يعني بدي وزير وزير صحة وزير للتعليم والاسكان وبدي وزير للخارجية هاي ثلاث وزراء بدنا اياهم بدي قائدين عسكريين بدي مساعدين لوزير الصحة وبدي مساعد واحد لوزير الاقتصاد وبدي مدير للمخابرات وقائد لقوات الامن الوطني اوكي هاي لقصتلكم اياهم ورح احطلكم اياهم باول تعليق رح تشوفوه تعليق مثبت اه طبعا عشان تكون وزير او مسؤول او صاحب منصب وتساعدنا في ادارة الازمة وادارة البلاد اه لازم انه يكون عندك وقت اه فراغ تجتمع فيه معنا يعني وقت الاجتماعات تحضر اه اللي ما بحضر وقت الاجتماعات رح نستغني عنه اه فعشان هيك ما بدنا نتغلب من البداية بدنا نكون من البداية ملتزمين الشغلة التانية انك تكون ذكية وبتعرف تفكر وعندك افكار استراتيجية بتقدر تعمل خطط يعني قوي 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 جدا رجل استراتيجي هاي الشغلة مهمة جدا فبخليكم الان مع التتويج وشوفوا التتويج والقسم اه وبعدين مننتقل لمملكتنا الحبيبة مملكة الجزائر يا الله بينا نعلن اليوم عن حدث تاريخي فاليوم نتوج عبد الله مالكا على البلاد بعد فشل عموري ببناء دولة قوية ونبدأ بكلمة للسيد عموري جيمر بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نتوجه إلى صاحب السمو الملك جلدة الملك عبد الله المعظم باطية بالتحيات وإذ أنني أعلن عن فشلي في إدارة الأزمات التي مرت بها بلادنا لم أنجع متلبية متطلبات هذه المرحلة الصعبة أعتزل لكل المواطنين الشرفاء على خيبة الأمل هذه وبشركم أن جلدة الملك المعظم سيعيد لنا الأمل من جديد ويستعيد مجد الأمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا يا سيد عموري جيمر بإعطائنا كلمتك أيها الحاكم السابق نبدأ الآن بصاحب سمو الملكي جلدة الملك عبد الله المعظم تفضل بخطابكم الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الشعب العظيم ألقي عليكم خطابي وملء الفخر بأنني وشت ملكا على شعب لا يعرف معنى الاستسلام فقد أنجزنا بفضل الله ومجلس الوزراء متمثلا بدولة رئيس الوزراء ونائبه والوزراء الأكارم مجموعة من الإنجازات الكبيرة فقضينا على الإرهاب بيد من الحديد وأنقذنا الاقتصاد بخطط إصلاح اقتصادية ذكية فدعمنا القطاعات الحيوية وخفضنا من معدل البطالة وأيضا زدنا من نفوذنا على مستوى الإقليم أيها الشعب العظيم سننتقل من مملكة إلى أخرى لنشر العدل وتحقيق السلام حفظكم الله وحفظ الله الوطن العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بما أنني رئيس الوزراء هذه الدولة العظيمة سوف أدلي بقسمي للمالك بأنني أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للمالك والوطن وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات المركولة إلي بأمانة تامة أن يتقدم أصحاب مهال الوزراء لأداء القسم الدستوري أمام المالك معال يونس علي نائب لرئيس الوزراء ووزير الأمن القومي سوف تفضل بإدلاء بقسمك أول بسم الله الرحمن الرحيم نهني الملك عبد الله على استلامه للحكم ونهني الوزارة برئيس المجلس الوزراء وبقية الأعضاء والآن سأقدم القسم الدستوري بسم الله الرحمن أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للمالك والوطن وأنا أحافظ على الدستور وأنا أخدم الأمة وأقوم بالواجبات المركولة إلي بكل أمانة وشكرا بعد أن قام نائب رئيس الوزراء ووزير الأمن القومي بإدلاء قسمك نلتقل إلى معالي شاير محمد وزير الاقتصاد تفضل بالإدلاء بقسمك بسم الله الرحمن الرحيم أكسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للمالك وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكلة إلي بأمانة أنك يا وزير الاقتصاد لأن ننتقل لعطوفة محمد طارق مساعد للوزير الاقتصاد تفضل بالإدلاء بقسمك أولا أريد أن أهنئ الملك عبد الله آدم بتولي هذا المنصب وأريد أن أهنئ جميع المزراء بقسم الانتصار العظيم ثم أبدأ قسمي بسم الله الرحمن الرحيم أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للمالك وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكلة إلي بأمانة إذن شكرا لكم أبارك لكم جميعا بدءا من دولة رئيس الوزراء وللوزراء الأكارم يعني الثقة فيكم كبيرة يجب أن نكون جميعا عند حسن الظن حسن ظن المواطنين حسن ظن الشعب العظيم لأنه شعبنا دائما وأبدا يستحق الأفضل وشكرا لكم وإن شاء الله نلتقي في الاجتماع القادم والسلام عليكم أوكي زي ما عم بتشوفوا عندنا الجزائر هي المملكة اللي رح نشتغل فيها نتعرف عليها عندنا 43 مليون هم عدد سكان الجزائر عندنا معدل تضخم 2% عندنا البطالة تقريبا 11.5% أوكي عندنا 130 ألف جندي نتطلع على القوة العسكرية تبعتنا يا شباب دخلونا نمشي الوقت عندنا 130 ألف جندي عندنا 1955 دبابة من درجة الأولى 1195 دبابة من الدرجة الثانية عندنا 92 قاذفة صواريخ عندنا 24 بطارية مضادة للصواريخ من درجة الأولى وعندنا واحدة من الدرجة الثالثة عندنا 177 هوليكيبتر وعندنا 254 قوات خاصة وعندنا 2 درون وعندنا 213 طائرة حربية من درجة الثانية وعندنا آه ثمن آه ثمن إيش يا جماعة عندنا ثمن سوري عندنا ثمن سفن حربية من الدرجة الثانية وعندنا 6 مدمرات بحرية أوووو عندنا قمر صناعي القمر الصناعي هالجميل جداً راح يفيدنا كثير قوتنا العسكرية قوية جدا رح يكون لدور في تغيير خريط العالم رح نشتغل على هذا الموضوع طيب نعي الوزراء طبعا عندي الوزراء زي ما رح تشوفوا الآن هنا رئيس الوزراء رئيس الوزراء هو عماد شعبان لكن للأسف ما قدرت من خلال اللعبة عدل صورته هو الوحيد اللي ما زبطت هاي الشغلة فأنا آسف يا عماد آسف دولة الرئيس ليش هيك طيب بدنا نقيل مبدئيا وزير الداخلية ونعين وزير داخلي جديد اللي هو وزير الأمن القومي تابعنا ان شاء الله لقيك يا باية يونس حظك يا يونس مش موجود يونس للأسف هلا كنت حاطك بس ما بعرف ليش راح يونس يا الله يونس حقف علي اوكي معناته الاعتذار بده يصير ليونس ولا عماد أنا باعتذر اوكي عنا هنا وزير المواصلات اللي هو محمد اا خريبة اا اا هو وزير المواصلات والثقافة والرياضة والإعلام auto وعنا هنا وزير الاقتصاد اللي هو شاهر محمد اا 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 هذا بالنسبة للوزراء تبقونا بدنا نشد حلنا وبدنا تنضموا إلينا اليوم رح نتخذ شغلات هيكة بسيطة خفيفة لطيفة عشان بدنا ندير أزمة فيروس كورونا الآن بدنا ننقل ما أنه الأوضاع متوترة أو مش بيناتنا الأوضاع متوترة على حدود مع مالي ومع النيجر فقررنا أنه بدنا نضيف قوات احتياطية أو قوات مش احتياطية قوات عشان تأمن عنا الحدود الجنوبية فرح نأخذ من هنا 2000 جندي ونبعتهم على هذه القاعدة ورح نأخذ من هنا 1700 جندي ونبعتهم على هذه القاعدة وبرضو رح نأخذ من هنا تنتين من قادفات الصواريخ على هذه القاعدة ورح نأخذ من هنا تلاتة من قادفات الصواريخ على هذه القاعدة برضو بدنا ناخد 27 دبابة من الدرجة الثانية هون بدنا ناخد الدبابات اللي هون بالضبط 15 دبابة من الدرجة الثالثة على هاي القاعدة وعندنا هون قواعد اسكرية في الجنوب فإحنا يعني تقريبا هيك عززنا نفوذنا على الحدود عشان نحمي حالنا من الإرهاب الآن بدنا بما أنه في عنا إنتاج نفطي رهيب أوكي إحنا بمنظمة أوبك هذا آخر يوم إلنا منظمة أوبك رح نطلع الآن من منظمة أوبك عشان نتحرر ونحدد سعر النفط لحالنا فأنا طلعت من منظمة أوبك الآن طبعا هم زعلوا مني شوي بس خليهم يزعلوا من هون لبكرة الصبح شوفي ليش هيك زادت عند الميزانية مرة واحدة حالو 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 الجزائر دولة قوية جدا ربنا الله طيب عشان هيك رح نجتمع مع الرئيس دونالد ترامب ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية القديم رح نجتمع معه ونعقد مع صفقتين تجاريتين والهدف مرسود والرشاش جاهز لا ممزح هذا وزير الخارجية بده يقدم استقالته بس أنا رفضتها طيب الهدف من اجتماعنا مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية هو أنه نأكد مع صفقة تجارية نبيعه فيها نفط والصفقة الثانية بدنا نبيعه فيها الغاز عشان الولايات المتحدة هي أعلى سعر شراء في العالم فابدنا نحاول نبيعهم أول إشي غاز طبيعي نشوف الصفقة أو لين رح نوصل أوكي هيك السعر المناسب الصفقة الأولى هي بـ 33 مليار ونص تقريبا تمام مية بالمية الصفقة الثانية اللي رح نسويها رح تكون للنفط شايفين الولايات المتحدة الأمريكية بدهم كمية كبيرة من النفط وأنا زرتها شوي هلو رح نتفاوض عليها ونحاول نبيع النفط بسعر عالي قد ما نقدر طبعا هاي هاي ميزة أنه أنت ما تكون ضمن منظمة أوفيك العالمية أنه أنت بتكون متحرر بتحديد سعر النفط 42 مليار قيمة الصفقة يعني حوالي 75 مليار قيمة الصفقتين مع بعض فممتاز صفقتين بجنن ومرتبات وما في عليهم حق نهائيا برضو بدنا نجتمع مع الرئيسة الألمانية أو المستشار الألمانية اجتمعنا رح يكون معها الهدف وتعزيز العلاقات بين البلدين فبدنا نبيع إحنا المستشار الألمانية غاز من خلال هذا الغاز أهلا صحيح نسيت عارفكم على قائد الجيش قائد الجيش اسمه حابس المجالي بس هو أو حاطت صورة اللي هو قائد الجيش السابق للجزائر للجيش الجزائري الله يرحمه اللي هو أحمد قايد صالح طبعا هو صمام الأمان في الجزائر وهو اللي حمى النظام المدني في الجزائر على حد معلوماتي أوكي اجتمعنا مع الرئيس الألمانية الجميلة طبعا هاي من أذكاء الرؤساء هي مستشارة اسمها في البلاد لكن هي بمنصب يعني رئيسة للدولة فهي فعليا ذكية جدا وصراحة بشرفني أني أتعامل معها بدنا نبيحها بنزين ونحاول نعطيها سعر عالي شوي ولعله وعثت تضبط معنا 234 نزلت والله كتير نزلت يا أنجيلا سهلا كنا نحكي عنك أنك كويسة وذكية الله يهديكي بس وتوافقي أوكي 132.5.000.000 قيمة الصفقة ممتاز شكرا إلك هيك إحنا بنكون نزبط مع علاقاتنا مع الولايات المتحدة وألمانيا بدنا نجتمع الآن مع جلالة الملك محمد اللي هو الملك المغربي عشان نعززز العلاقات مع المغرب لأنه لابد أنه تكون علاقاتنا جيدة بين المغرب والجزائر هذا إشي جدا مهم طبعا أنا عم بشتغل على موضوع السياسة الخارجية بشكل رهيب لأنه السياسة الخارجية بتمثل عنا أولوية قسوة يا با يا شو رح نعمل بهاي السلسلة رح ندمر الدنيا وبالأخص اللي رح ينضم إلنا ويكون ويكون يعني عضو في الفريق تبعنا رح ينسوي جهود عظيمة طبعا في بناتنا إحنا والمغرب شوية مناورات عسكرية وشوية مشاكل بناحية العسكرية في بناتنا تتشارط بسيطة على الحدود فأنا رح أحاول أعزز شغلي معاه من خلال أني أعقد معاه أكمن صفقة بدنا نبيعه في الخطوة الأولى اللهم صلي على سيدنا محمد شو بدنا نبيعه؟ بدنا نبيعه إيش بدنا نبيعه جلالة الملك حديد حسنا نبيعه حديد ونحاول نوصل معاه إلى سعر كويس الهدف من هذا الحكي إذا ما أحكي لكم إنه نعزز العلاقات بين الدولتين بدنا نبيع برضو جلالة الملك شو بدنا نبيعه؟ بدنا نبيعه صناعات بلاستيكية بلاستيك أنبستيك اوكي حاول نرفع السعر والله سعر الشراء المغربي ياخي لا بأس به كويس والله طيب تمام جلالة الملك اوكي هيك بعناه احنا بدي ابيعه صح شغلي اخيرا اللي هي الاسلاك الفايبر او تقنية الفايبر اي اوكي هلا في انا نزبط علاقتنا مع المغرب هيك بتزبط انه كون ليعتها اوكي نحاول نرفع السعر قد ما نقدر اوكي كويس ملا ممتاز 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 foarte جدا صفقة ممتازه طيب بنا نعرض عليك يا جهوه هلأ نحكي لو بلدك احلى بلد في العالم اوكي بأهدلنا بنطلب منه نوقف العمليات العسكرية اوكي قال لي انه انا وصلت من الرسالة ورح ابلش اه رح ابلش ازبط بالامور ورح اخلص العمليات العسكرية وننهيها باقرب وقت طيب هيك انهينا اجتماعنا مع الملك المغربي ممكن نعطي دعم للمغرب مثلا لا مش حاطي لانه الوزراء رح يزعلوا مني انا فاجأتهم موضوع الاسعودية فلا رح اعطي دعم للمغدم بس بدنا نعتمد سياسة الدعم عشان نكسب الدول لصالحنا ونحسن علاقتنا معها اذا الان لما نمشي الوقت نتطلع اش صار عندنا لسه ما تحسنت العلاقات مع اي دولة اش في هاد اش في هاد هنا بيحكي لي انه نشتغل على اوه سيارات سيارات الكهربائية ننتج سيارات الكهربائية اوكي رح ننتج سيارات الكهربائية وراح نبلج فيها من هس عشان نخلص من هاد الموضوع لانه هاد الموضوع يعني في كل حلقة عم نعمل في كل حلقة عم نعمل في كل سلسلة عم نعمله فبدنا نخلص من هاد الموضوع بشكل نهائي اا من البداية هي اممنا القطاع طيب وبدنا نعطيه اعفاء وبدنا ندعمه ب خمسمية مليون اوه شوفي عندي فائض انا بالميزانية مش طبيعي مش معقول يا جماعة انا عم بنصدم انه كيف فيه بصير عنا فائض وكما انه في عنا فائض بدنا نشتغل على موضوع المخابرات بدنا ندعم الاستخبارات بشكل قوي جدا ميزانية المخابرات كاملة 7 مليار مش مشكلة وحن ندعمها والهدف هو انه نبلش نطور برنامج نووي برنامج للأسلحة النووية والأسلحة البيولوجية والأسلحة الكيميائية فهاي اعطيت امر بالبدع بهذا الموضوع اوكي لازم لازم ننجز بهذا الموضوع يحني بكرا بتيجي كورونا وبيتدمر اقتصادنا فبدنا نجهز حالنا في ان احتجاجات اوكي يسعد ربك اوكي يسعد ربك يا حمس المجالي قائد الجيش وافق على هذا الموضوع ورح يبلش الانشاء رح يبلش الانشاء الحمد لله ممتاز جدا هيك رائع امورنا طيبة امورنا طيبة جدا الان انروح للجيش هاي تم 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 الانشاء تم بدء في انشاء الاسلحة النووية والصناعتها ممتاز لازم نصير دولة عندها اسلحة نووية وزير الخارجي عم بيحكي لي تقديرات خاطئة سامحني يعني جلالة الملك انه انا خبرتك قبل فترة انه بدي استقيل لكن الان انا بتراجع لانه الحكومة والوضع اختلف وانا ما قدرت صح فثانكيو حبيبنا محمد شكرا اليك شكرا شكرا كتير طيب نمشي الوقت انا يعني عم بحاول نبلش بكورونا باسرع وقت لسه امورنا مع البلايات المتحدة ومع المانيا لساتها كما هي المانيا تحسنت شوي كانت زهرية اعتقد بانه وبين المانيا مش متذكر صراحة الوضع هون على الحدود امورنا طيبة حتى الان ما في اي مشاكل ممتاز جدا ممتاز جدا طيب الان بدنا نعمل ميناء هذا الميناء عشان ننقل من خلاله البضائع لدول العالم بدنا ننقل من خلاله البضائع لجميع دول العالم دعنا نحطه هون هيتم البدء بهذا المشروع طلع على وضعنا ارتفع معدل تضخم عنا في البلد بشكل مش طبيعي ارتفع لها حد 12 بالمية كان 2 بالمية ارتفعت قيمة العملة المعدل نمو عنا عالي جدا 49 بالمية امتاز جدا او مش اه معدل نمو سوري فكرت البطالة معدل البطالة بنخفاض تمام خلونا نختم حلقتنا اليوم اه الحلقة الجاية رح تكون كل دياتها حماس انا حبيت اعملكم الحلقة هاي اعرفكم على الجزائر على المملكة الجزائرية اعرفكم على المجلس الوزراء اللي هو لم يكتمل حتى الان اطلب منكم تنضموا الى الديسكورت تبعنا رابط تبع الديسكورت رح يكون بالوصف بدياكم تنضموا بدي اشوف الكل عم يحكي لي انا بدي استلم هاد المنصب وانا بدي استلم هاد المنصب وكل يكون قد حالو ويثبت براعته بهاد المنصب لانه احنا مملكة والمملكة بدها تطلع فوق بالعلالي فبدنا نشتغل صح تكون امورنا طيبة نحسن علاقاتنا مع الدول ندير الازمات والحروب وإلى اخره نكون دولة عظمى الان سوريا اصبحت دولة عظمى اليمن صارت دولة على مستوى الاقليم قوية جدا لكن احنا ما الوقت ما سمحلنا انه نلعب بخريطة العالم بس الجزائر باذن الله عز وجل واذا الله احيانا انه ما رح اترك هاي السلسلة غير لما هاي الخريطة تتغير انا لانه هاي الخريطة مو عجبتني ومجلس الوزراء عندي الخريطة هاي مو عجبتني ومجلس الوزراء برضو الخريطة مو عجبيته عشان هيك رح تتغير الخريطة مو عجبتكم شغلة اخيرة في فيديو من الفيديوهات اجو تعرضت عليه له هجمة من الناس اجانب يعني انصدمت انا ومجلس الوزراء كنا يعني مع بعض مجتمعين على الدسكورد فبحكي لهم صار معي هيك كيك وبلشت او رجيهم شوان بصير معي للاسف وصل فيديو من الفيديوهات وصل عندي 227 ديس لايك تعليقات سلبية وبتبلوا علي وبيعملوا لي ريبورت فلذلك المرة هاي رح اطلب منكم تدعموني تنشروا المحتوى تبعي لايك كومنت تشاهدوا الفيديو من بدايته لاخره عشان تدعموني اكتر عشان القناة تتحسن عشان ما اليوتيوب ما يستجيب للابلاغات الكاذبة اللي ابلغوها علي يعني 227 ديس لايك 227 واحد هدولا عملوا لي ريبورت على القناة فعملوا ابلاغ عن قناتي فانا انصدمت وزعلت بس قعدنا نضحك مبارح والله غير نجو او اليوم يعني غير نجو المهم انا بتمنى انكم تنضموا لمجلس الوزراء لانه شغلنا مو بس رسمي احنا مننبسط مع بعض منضحك مع بعض وإحنا صحاب وحبايب عشان هيك خلوني انهي حلقة اليوم واستنوني بالحلقة الجاي ان شاء الله رح تشوفوا اشياء قوية جدا ما شفتوها ولا سلاسل من اللي عملتهم قبل هيك اتمنى لكم مشاهدة ممتعة وجمعة مباركة عليكم يا الطيبين يا الحبايب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته